الكاف يقرر توزيع مباريات مارس الدولية الملغاة على شهرين يونيو وسبتمبر طبعا في حالة طوارق أيضا على المستوى الدولي على المستوى الأفريقي والدولي في دوريات تم تعليقها مؤقتا في بطولات ريادية مش بس على مستوى كرة القدم يعني عندنا دوري الان بي اي او دوري المحترفين الامريكي بعد ظهور حالة للعب جوبرت في فريق يوتا جاز وقتها أعلن مباشرة تجميد النشاط وتأجيل المباريات اتكتب على الجدول كله بوست بوند وأنها الموعيد تحدد في وقت لاحق كتبوا أنه مش هيحدد دلوقتي لوقت البديل طبعا لحين ما يجدوا حلول أو يتم السيطرة على هذا الأمر وتنتهي الأزمة كتبوا أن الموعيد الجديدة سيتم تحددها لاحقا وغيرها طبعا المسابقة في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية بشكل عام أي مسابقة ظهر فيها حالات بدأ بالفعل التعامل معها باتخاذ تدابير الأول كان فيه إجراء وقائي بعدم وجود أو حضور الجماهير في المدرجات أو الاستداد في الدوريات الأوروبية ولكن زاد الأمر بتوقيف بعض الدوريات لأنهم الكل شايف أنه من أهم وسائل الوقاية وتقليل نسب انتشار أو التوسع في الإصابات النتيجة عن هذا الفيروس هو التجمعات الكثيرة أو التجمهر في مناطق ومنها الاستداد والملاعب الرياضية وبالتالي ده كان من الأمور البديهية أنه لازم التوقف عن إيجاد الجماهير أو إيجاد تجمعات أو أماكن تجمهر لعداد كبيرة ومنها زي ما قلنا الاستداد وأماكن التجمع لمشاهدي ومشجع الرياضة بشكل عام وبشكل خاص كرة القدم لأن ده كان هيبقى من الوسائل السريعة جدا لنقل المرض عشان كده العالم كله بيتعامل مع هذا الأمر بحذر شديد في هذه المرحلة استقر مسؤول الاتحاد الأفريقي أو الكاف على توزيع مباريات شهر مارس الدولية التي تم إلغائها للمنتخبات على شهرين يونيو وسبتمبر المقبلين وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر تعليق مباريات شهر مارس في الفترة من 23 إلى 31 من مارس الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا وكان المنتخب المصري سيخود مباراتين في الجولة الثالثة والربعة أمام منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لنهايات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تم إلغاءها طبعا هذا الجدول أو هذه الموعيد الخاصة بالتصفيات الأفريقية وكشف مسؤوله اتحاد الكرة أنه تم الاستقرار على توزيع مباراة في يونيو والذي يشهد مباراة أخرى ونفس الأمر للأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليشهد مباراتين بدلا من مباراة ليتم إنهاء التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تستضفها الكاميرون